قبل أن تتزوج يجب أن تعرف أنواع النساء في الزواج يوجد الزوجة التي تقدر زوجها وتكون أم حكيمة والزوجة التي تعطيك القوة للنجاح والزوجة الاجتماعية التي تكون نشيطة بعد الزواج والزوجة التي تحب الجلوس في البيت وتهتم بتربية الأطفال بحماس والزوجة التي قد تؤثر عليك بالسلب والزوجة التي ستسبب لك معاناة نفسية بعد الزواج وكل هذه الشخصيات سنعرفها من ملامح الوجه بعد قليل لكن قبل ذلك أريد أن أعرفك عن نفسي أنا إلياس أساعد الرجال على الزواج باستخدام علم الفراسة فإذا كنت رجل وتريد الزواج بأي فتاة في العالم وكيفما كانت وفي أي مرحلة كانت علاقتك بها سواء في مرحلة الإعجاب أو التعارف أو العلاقة قم بحجز مكالمتك المجانية لأرى إذا كنت مناسب لمساعدتك وستجد رابط الحجز في وصف الفيديو وكذلك قد فتحت حساب إنستغرام جديد ستجد رابطة في الوصف وأول امرأة معنا هي الزوجة التي تقدر زوجها وتكون أم حكيمة هي ملامح هذه المرأة أول ملمح هو أن تجد أن العيون واسعة هذه الشخصية تكون متسامحة والحدقة كبيرة هذه الشخصية ككل تكون متسامحة وإيجابية وشخصية طيبة تاني ملمح هو أن تجد أن الأنف مستدير يوجد هنا ضوران يوجد لحم في الأنف لا يكون هناك بروز عظمي أو هذا الجزء مسطح كأنه طاولة كذلك تجد أن طرف الأنف هنا يوجد فيه ضوران يوجد امتلاء لحمي هذه الشخصية تكون ودودة مع الزوج فذكرت لكم من قبل أن الأنف مرتبط بالزوج ثالث ملمح هو أن تجد أن الحواجب مرتبة شكل الحواجب مرتب شعر الحواجب مرتب كذلك تجد هنا أن الحاجب مذبب هذه الشخصية ككلة والحاجب لديها كتيف تدعم الزوج من الناحية الجنسية فحتى لو كان ضعيف فهي دائما تساعده كذلك هذه الشخصية أو الحواجب هي مرتبطة بالتواصل فهذه التواصل أو تواصلها مع الناس يكون جيد خصوصا لو كان الحاجب طويل ومهدب جيد وتواصلها مع الناس دائما يكون إيجابي أو يصب في مصلحة زواجها وليس العكس رابع ملمح معنا هو أن تجد أن الفم مرتفع هذه الشخصية تكون متفائلة وربط هذه الملامح أن هذه المرأة تدعم الزوج ودائما وجه هذه المرأة يشعرك بالراحة والطمأنينة فعلاقتها الزوجية معك دائما تكون ناجحة أو أنت دائما تكون راضي بعلاقتها معك ثاني شخصية معنا وهي الزوجة التي تعطيك القوة للنجاح ما هي ملامح هذه المرأة؟ أول ملمح هو أن تجد أن العيون مرفوعة هذه الشخصية تكون شخصية متفائلة لا تركز على السلبيات كذلك تكون شخصية طموحة جدا ولا تنتقد الزوج ككل لكن يجب أن نربطها بملمح آخر كذلك تجد أن العيون صافية بياض العيون صافي هذه المرأة تكون مرتبطة بالزوج لكن ليس في كل حالات إذا كان الزوج هي التي تزوجته بريضها وليس إذا لم يكن بريضها فهنا قد يختلف الوضع كذلك تجد هذه المنطقة حول العينين صافية لا يوجد مثلا شعر بين الحواجب لا يوجد بقع سوداء لا يوجد ندوب لا يوجد شامات فتجد هذا الجزء هنا صافي هذه المرأة تتزوج بسهولة لا يوجد لديها مشاكل تعرقلها على الزواج كذلك هذه المرأة لا تتطلق بسهولة إلا في بعض الحالات التي سنعرفها بعد قليل ثاني ما المحل هذه الشخصية أن تجد أن الفم مرتفع للأعلى متفائلة أو زوايا الفم مرتفعة للأعلى هذه الشخصية تكون شخصية متفائلة جدا تجد في كل مشكلة مئات الحلول فدائما هذه المرأة كذلك تدعم الزوج كلامها يكون إيجابي كذلك تجد أن لديها الأنف ممتلئ هو قريب من أنف البطاطا يكون ممتلئ باللحم وأعرض من الأنف الأول هذه المرأة يكون دائما تهتم بأن يكون لها ولزوجها مدخول مستمر دائما فهي قد تساعد من الناحية المادية أو هي في علم الفراسة تصنف محضوظة ماليا محضوظة لها وللزوج ليس فقط لشخصها كذلك هذه الشخصية تكون شخصية جدابة وتبني أسر جيدة وتتم بالعلاقات مع الناس بشكل يكون لصالح الزوج بمعنى أنها مثلا لن تركز فقط على الزوج كذلك هي من الشخصيات التي تحترم اهتمامات الزوج ثالث شخصية معنا وهي المرأة الاجتماعية التي تكون نشيطة بعد الزواج ما هي ملامح هذه المرأة؟ أول ملمح تجد أن العيون واسعة هذه الشخصية تكون أو يكون لديها حب استطلاع ونشاط وقوة نفسية مع الملامح التي سأذكرها لك بعد قليل كذلك تجد أن لديها الفم عريض الفم العريض يدل على أنها شخصية عفوية لديها طاقة وحيوية لديها سهولة في عرض مهارتها فهذه المرأة أو هذا الملمح يصنف ذكوري لكن في الربط الذي سأقول لك هو معنى إيجابي أو بمعنى آخر هذه المرأة هي غالبا تشغل ولديها سهولة في الحصول على المال ثالث ملمح لهذه الشخصية هو أن تجد أن الأنف مستقيم إذا كان الأنف مستقيم وشكله منضبط أو شكله مرتب هذه الشخصية يكون تفكيرها في الزواج واضح هو الأنف مرتبط بالزوج والسقامة الأنف تدل على أن هذه الشخصية تفكيرها واضح مثلا لو كانت القصبة منخفضة فهي تعرف دورها كأم أو كزوجة وتعرف دور الزوج كل شخص سيطبق دورها أما لو كان الأنف مرتفع فنفس الشيء يلا زالت تعرف دورها أنا مثلا سأشغل والزوج سيشغل لكن ككل يكون تفكيرها واضح أما لو كان الأنف معوج أو توجد فيه أشياء غريبة فهذا الأنف يكون لشخصية لديها مشاكل في شخصيتها أو مشاكل في طريقة تفكيرها رابع ملمح لهذه الشخصية هو أن تجد أن الوجنات هنا بارزة بارزة ومرتفعة هذه الشخصية يكون لديها نشاط طاقة وحيوية تحب تعامل مع الناس بباقي الملامح العيول الواسعة والفم العريض الملامح الكبيرة كأقول تدل على شخصية تحب تعامل مع الناس شخصية اجتماعية فبهذه الملامح هذه الشخصية دائما تستمد طاقتها من التعامل مع الناس بعض الشخصيات التي تكون طوائية لو تعاملت مع الناس تتعب نفسيا هذه الشخصية العكس كل ما تعاملت مع الناس كل ما زادت طاقتها وحيويتها رابع ملمح لهذه الشخصية أو خامس ملمح لهذه الشخصية هو أن تجد أن الدقن هنا مستدير طبعا الدقن المستدير لو كان حجمه كبير هذه الشخصية مع ربط بعض الملامح تكون تنجرب للأشخاص الذين هم أصغر منها لكن هذه الشخصية ككل تكون شخصية اجتماعية شخصية حنونة لديها ديبلوماسية في التعامل مع الناس وكذلك هذه الشخصية من صيفاتها أن لديها القدرة على أن تتعامل مع الزوج وتقود الزوج بشكل تعطيه الحرية لا تحاول أن تصبح مرتبطة به وفي نفس الوقت هي تقوده بمعنى أنه دائما يكون يمشي في الأشياء التي تريدها أو علاقتهم تكون بين قوسين متناغمة وليس القيادة التي بمعنى أنها مثلا تأمر افعل كذا افعل كذا هذا الموضوع هو سلبي جدا وسيجعل الزوج ينتهي مباشرة لأن المرأة لو استطاعت أن تقود الرجل هي نفسيتها تتضرر قبل الرجل ولو الرجل قبل هذا الموضوع هي لا تريد هذا فحتى لو كانت قوية هي فقط تريد رجل أقوى منها لا تريد رجل ضعيف وربط هذه الملامح هذه الشخصية ككل عيول واسعة مع الفم العريض والوجنات والأنف المستقيم والدقن الدائري هذه الشخصية لديها حب السطلع لديها نشاط هي شريكة جيدة في الزواج وكذلك يتقدر الزوج وتساعد الزوج على الإنجاز بمعنى أنها شخصية داعمة ومشجعة لك فهذا يساعدك على الإنجاز رابع شخصية معنا وهي الزوجة التي تحب الجلوس في البيت وتهتم بتربية الأبناء بحماس ما هي ملامح هذه الزوجة أول ملمح هو أن تجد أن العيون صغيرة العيون الصغيرة لدى المرأة تدل على أن هذه الشخصية أول شيء شخصية تتحمل المسؤولية وشخصية صبورة وشخصية تهتم بتعليم الأطفال وتهتم بتربية الأطفال تاني ملمح هو أن تجد أن الأنف صغير إلى حد ما يصنف كأنه طفولي هذه الشخصية ويميل أن يكون قصير هذه الشخصية لا يكون لديها طموح كبير أو بمعنى آخر شخصية متواضعة طموحاتها بسيطة طموحاتها أقصى شيء مثلا هو أن تتزوج برجل تحبه هذا الرجل مثلا تكون مخلص له وهكذا طموحاتها تكون متواضعة وبسيطة وكذلك هي تكون شخصية متواضعة تالت ملمح هو أن تجد أن لديها الشعر ناعم الشعر ناعم يدل على أن هذه الشخصية حساسة شخصية مرنة في التفكير شخصية حنونة مع أبنائها هذه الشخصية تتجنب المشاكل لا تحب المشاكل من وجهة نظرها فممكن أنها تختلق مشاكل لكن بدون وعي منها فهنا أنت كرجل يجب أن تعرف كيف تتعامل مع هذه الشخصية رابع ملمح هو أن تجد أن الفم صغير مع هذه الملامح هذه الشخصية دائما تهتم برعاية الآخرين أكثر من استقلالها المالي أتكلم عن الفم الصغير ليس الصغير بشكل مبالغ فيه صغير ليس لدرجة أنه مثلا مساوي لفتحات الأنف أو أصغر من فتحات الأنف يكون صغير لكن بشكل معتدل هذه الشخصية ككل أو ربط هذه الملامح يدل على أن هذه الشخصية تركز على الأعمال المنزلية وتهتم بجلوس في المنزل وتربية الأطفال أكثر من تعاملها مع العالم الخارجي أو في الاجتماعات ككل مع الناس وهي تدعم الزوج وتشجعه وتربي الأطفال بشكل حماسي وأكثر رجل متوافق معها هو أكثر رجل مختلف عنها في الملامح لو كانت لديك عيون واسعة وأنف كبير وفم عريض فأنت متوافق مع هذه الشخصية أكثر شخص متوافق معها هو صاحب هذه الملامح لأنه عكسها تماما وأنا ذكرت لكم من قبل هناك ملامح لو كانت العكس يكون إيجابي جدا للزواج وملامح لو كانت مششابها فهذا الموضوع ليس بالضرورة أن يكون سلبي لكن في العموم هو مثلا لو كنت أنت شخص ذكوري والمرأة لديها ملامح أنتوية فهنا يوجد توافق لو كنت أنت دكوري والمرأة خليط بين أنتوية وذكورية كذلك يوجد توافق لكن لو كنت أنت شخصية أنتوية والمرأة شخصية دكورية فهذا الزواج لن ينجح هنا يجب أن تبحث عن امرأة أكثر أنتوية منك أو امرأة أضعف منك بين قوسين لكن ككل الملامح لو كانت مختلفة لصالحك بمعنى أنك مثلا أنت الذي تتخذ الرأي وهي ليس لديها رأي فهذا إيجابي أما تكون أو يكون هي لديها رأي وأنت ليس لديك رأي فهذا الموضوع سلبي جدا وإذا لم يكن لديكم الرأي أنتم الاثنين طبعا هذا مثلا من الأنف فهذا الموضوع سيسبب تدخل الناس في علاقتكم وأكثر شيء يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة تفشل هو تدخل الناس في علاقتهم ولو كانوا من عائلتهم وتحديدا ناس أكثرهم من العائلة أكثر أشخاص الذين يخربوا العلاقة يكونون من العائلة والمرأة لو رأت أن الناس تدخلوا في علاقتها والرجل لم يقف لهم في هذا الموضوع يجعلها مباشرة تريد أن تبتعد عنك خامس شخصية معنا وهي الزوجة التي تؤثر على حياتك بالسلب ما هي ملامح هذه المرأة؟ أول ملمح هو أن تجد أن الوجه مسطح الوجه مسطح أو خالي من اللحم هذه المرأة ككل لا تراعي مشاعر الآخرين وهي من الشخصيات التي تهتم بمشاعر الآخرين فقط لأجل نفسها يعني مثل جزئية الدلو المقلوب ثاني ملمح هو أن تجد أن لديها العيون انتقادية العيون انتقادية مع هذه الشخصية تكون ماكرة جدا في الانطباع الأول ستشعر أنها شخصية لطيفة أو تشعر أن هذه الشخصية طيبة لو كانت العيون انتقادية لكن هذه الشخصية يكون لديها مكر في التعامل مكر أنها تظهر أنها مهتمة بمشاعر الآخرين وهي غير مهتمة بهم أو مهتمة بالآخرين وهي مهتمة بهم فقط لأجل رضاها أو لأجل نفسها ثالث ملمح هو أن تجد أن الشعر خشن خشن وكتيف هذه الشخصية تعمل أشياء التي تريدها بدون أن تراعي أي شخص أو تعمل ما تريده بدون الاهتمام لمشاعر أي شخص كذلك لو كان لول بشرة أصمر فهذه الشخصية كذلك تكون لديها صلابة نفسية فممكن أن تكون هذه الشخصية دكورية خصوصا لو وجدت لديها الفك عريض لو وجدت لدى المرأة هنا الفك عريض فهذه الشخصية تكون شخصية قوية ولا تستمع للآخرين ومستقلة فهذه المرأة صعب أن تتعامل مع رجل ويسيطر عليها أو هي أصلا لا تقبل السيطرة هي دائما تريد أن تكون هي المسيطرة في البيت كذلك هذه الشخصية تكون عنيدة جدا خامس ملمح هو أن تجد أن الفم صغير صغير أو بمعنى آخر لو افترضنا هذا الفم هنا صغير نعم وصغير وعندما تتكلم يصبح أكبر أو يصبح كبير هذه المرأة تكون شخصية لديها رغبة قوية أو رغبة عالية جدا في الزواج ثاني شيء هو أن هذه الشخصية دائما تقول كلام يسبب لها مشاكل فدائما علماء الفراسة ينصحون هذه المرأة بأن لا تتكلم كثيرا فكل ما تكلمت ممكن أن تسبب لنفسها مشاكل وربط هذه الملامح ككل يدل على أنها شخصية سلبية وعنيدة وتظهر كأنها تهتم بالآخرين ولكنها لا تهتم إلا لنفسها سادس شخصية معنا وهي الزوجة التي ستسبب لك معاناة نفسية بعد الزواج منها أول ملمح لهذه الشخصية هو أن تجد هناك بياض أسفل العيون هذه الشخصية لديها ضغط نفسي شديد وبالخصوص لو وجدت العيون مرفوعة شرط أساسي بياض أسفل العيون والعيون مرفوعة ولو وجدت العيون متلة فالملمح أكيد هذه المرأة أول شيء تحتقر زوجها أو تستهين بزوجها وتعيقه على تحقيق أهدافه وفي نفس الوقت هذه الشخصية تصبح هستيرية بسرعة شخصية هستيرية وتفقد هدوءها بكل سهولة لو وجدت الحاجب نحيف هنا يصنف إلى حد ما متوسط لو كان نحيف فهذه الشخصية ليس لديها القدرة على أن تتحكم في هذه الهستيرية أو لو كان عريض فهنا لديها القدرة على أن تتحكم في نفسها أكثر هنا متوسط فأحيانا هي تتحكم في نفسها وأحيانا تخرج عن هدوءها أو تفقد أعصابها تاني ملمح هو أن تجد أن خط شعر أو تجد تحديدا الفم للأسفل الفم المتشائم الذي يكون تكون زواياه للأسفل هذه الشخصية تكون شخصية متدمرة دائما تركز على السلبيات دائما كلامها سلبي فدائما هي تجد في كل حل ألف مشكلة فدائما تكون أو تجدب لنفسها الأشياء السلبية وهذه المرأة كزواج صعب أن يستمر زواجها لفترة طويلة خصوصا لو كانت بهذا الشكل في بداية زواجها كذلك هذه الشخصية غير قادرة على تحقيق السعادة في حياتها ثالث ملمح هو أن يكون خط شعر متعرج إذا كان خط شعر هنا متعرج هذا يدل على أن هذه الشخصية لديها مشاكل في المراهقة مشاكل لا زالت تؤثر على طريقة تفكيرها إلى الآن وهذه الشخصية من صفاتها أنها تكون شخصية متمردة جدا ودائما تبحث عن الإحساس بالأمان مع الطرف الآخر وفي نفس الوقت هذه الشخصية تكون لا تسمع للآخرين نفس صفات الأذن أو نفس الأذن الصغيرة ودائما هذه الشخصيات تفشل في أغلب الأحيان في الأشياء التي تريد القيام بها رابع ملمح هو أن تجد هنا خطين بجانب الحواجب خطين عموديين أما الأفقيين هم مرتبطان بالضحك وأشياء أخرى لكن الخطين العموديين يدلان على أن هذا الشخص أو لديه شعور دائم بالضغط وفي نفس الوقت عدم راحة شعور بالضغط وعدم راحة والسادس ملمح هو أن تجد هذا المكان بين الحواجب والعيون في الحواجب والعيون والصدق تجد هنا ندوب أو تجد بقع سوداء أو شامات أو تجد شعر بين الحواجب أو تجد فراغات في الأنف هنا كل هذه الملامح تدل على أن هذه الشخصية عرضة للمشاكل والانفصال بسهولة فهذه المرأة بهذه الملامح أو بهذه الملامح يعني ربط هذه الملامح تؤتل على نفسيتك بالسلب وكذلك هذه الشخصية تحديداً لو أصبحت مزاجية في فترة معينة تجد أن البياض لديها أسفل العيون زاد بشكل كبير وهذا ممكن أن يؤدي لها إلى صدمة نفسية وممكن أن يسبب هذا في عيش حياة تعيسة وهذا بالنسبة للأنواع الستة للنساء في الزواج ولا تنسى حجز مكالمتك الاستشارية إذا كنت مقبل على الزواج وستجد رابط الحجز في وصف الفيديو وكذلك حسابي جديد على الإنستغرام ستجد رابطة في الوصف ترجمة نانسي قنقر